الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وزير الخارجية يشدد على ضرورة وضع حد سريع للأزمة السورية استنادا لقرارات مجلس الأمن الرئيس اللبناني يدعو مجلس الدفاع الوطني للاكتماع بعد اضطرابات بسبب أزمة الوقود الرابعة صباحاً الثانية بتوقيت جرانيتش موجسون إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط وخلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بنت بمناسبة توليه مهام منصبه شدد الرئيس السيسي على أهمية الحيلولة دون تصاعد توطر بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية صرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه تم تطرق خلال الاتصال لتطور العلاقات الثنائية فيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وضع حد سريع للأزمة السورية من خلال الحال السياسي استنادا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 فضلا عن دعم جهود المبعوث الأممي جير بادرسن وفي كلمة مصر بالاجتماع الوزري حول سوريا المنعقد في روما نوها شكري أهمية تحقيق تقدم في المصاري السياسي بما يسهم في عودة سوريا لمكانتها الطبيعية إقليميا ودوليا دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع اليوم الثلاثاء في مقر رئاسة الجمهورية بقصر بعبدة لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد وتطورات الأخيرة اترأس الرئيس اللبناني المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم في عضويته رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية استبعد رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون البدأ في تخفيف قيود كورونا قبل التسع عشر من يوليو أوضح جونسون أنه بحث الأمر مطولا مع وزير الصحة الجديد ساجد جاويد مضيفا أنه على الرغم من وجود بعض العالمات المشجعة مثل انخفاض عدد الوفيات إلا أن المملكة تشهد زيادة في الحالات حذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من الذهاب إلى الوجهات التي تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا مضحة أن المسافرين من المملكة المتحدة سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما بعد وصولهم إلى ألمانيا في الوقت نفسه أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده ستواصل تعزيز نهج موحد للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن السماح للمسافرين بدخول الدول الأعضاء من دول خارج التكتل ورياضيا ودعت فرنسا بطلة العالم منافسة بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد القصارة أمام سويسرا بركلات الترقيح في دورة 16 انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما قبل أن يفوز منتخب سويسرا بنتيجة خمسة الأربعة بركلات الترقيح ويتأهل لمواجهة إسبانيا في دور الثمانية بينما ودع ديوك المنافسات مبكرا رغم تصدرهم ترشحة التتويق باللقب قارج وصلنا مع حضراتكم لختم هذا الموجز لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت تاكسترنيوز دوت تي في كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب أشكر حضراتكم طيب المتابعة وإلى اللقاء